مرحبا أعزائي الصغار ها نحن في وحدتنا الثانية ومعنا اليوم حرف الدال فماذا سنتعلم ما أحمد في دار صديقنا مراد يا ترى؟ وقف أحمد في مدخل دار صديقه مراد وسلم عليه في أدب قالت أم مراد مرحبا بك حدثني عنك مراد كثيرا إنه يترقب قدومك والآن تعالوا نتعرف على بعض المصطلحات لحرف الدال يمكن أن نجد حرف الدال في ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول في وسط الكلمة كأن نقول في آخر الكلمة كأن نقول ورد أولاد هدهد ورد أولاد هدهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر